هانيك حتروني ربنا معاكم اصدقلنا عشقا بالله اضرم يا ابراهيم واخر يا عبدالحمر ما فين يا ابراهيم غلط ومن هناه رايح لازم نحارب الغلط في كل صوره غلط ايه بس اللي انتو عمين تتكلموا عنه ده الغلط اللي لما احتلك عنه او منزلنا مصر يا رموانا قلتلك ان انتو اهل الجبل كلهم مخضوعين في الست الخواجاية اياها دي ست جودي ايوه جودي ده اسمها الوحد ويقلق ويخوف مظبوط كده صراحه اسمها بيدل على اللي هي شغالة لحسابه اسم ايه وشغالة لحساب ميه يا باي رد فعل رموانا بيباين قد ايه الموضوع خطير انا سبق قلتلكم ان 48 بقى تاريخ ما يتنسيش وحيفرق في كل اللي جاي كده المساء الكولاتي بقى مقصودة وهدفها من وجودها في الجبل بقى واضح زي الشمس صدقوني يا جماعة دي الحاجة الوحيدة اللي خلتنا تردد في وقت معين واسأل نفسي اسيب للجبل وفساد المهندس والاميرة والله افضل وواجه جودي وخطرها اللي اكبر من كل ده يا دي الخطر اللي ما بقى تش اسمع غير عنه بقولكو ايه بلاش نفكر في اللي راح وتعالوا نفكر في اللي جاي وكف 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 روح بلغ العمدة يا حمداء او عمرك يا حسين اروح فرح العمدة يا رجانة يا حزرات العمدة يا حزرات العمدة الفاس مذت ونجنة بجانس الله اكبر انا هتدل الول وبعد كتاه نشوف بالله هائحرص الكيدس ربنا معاكى عمدة يا الميتا الله اكبر الله اكبر الله اكبر موسيقى موسيقى فضل يا حدثو عمدت لقينا الكنز يا عمدت موسيقى موسيقى أجل الله أبروك يا رجالة ماذا رفين بطبنا مراحش عالفاضل لقينا الكنز وبإذن الله هيتوزع الكل بعاد لربنا ماشي بدحي لك يا حسين أنا عارف عالف أنت بتفكر فيها في دم مريم اليسال في السردان دمها الطاهر هو اللي فتح لنا الكنز والخيها يقوم مع الكل وربنا أراد من مريم تموت علشان أهل الجبل يعيشوا ربنا عوض معنا الخيال يا عالفين يلا يا رجالة عايزكم تضربوا الحجر ضربة رجل واحد لحد ميلين وبعد كده هدخل أنا ولدي حسين وحنينه سألين في قلوبنا الحزن على الغالية ودمها الطاهر اللي هيبقى اسطى بيننا وبين المسخين تعالى يا حسين يالله يا رجالة الهمة وقلوا الله سد حالكم الله أكبر يالله الله أكبر هااااااااااااااااا مش ممكن يا أمي بعد كل اللي احنا قلناه ده متكونيش يعني لسه فاهمة الخطر الذي بيهددنا يا ابننا كل اللي يهمني إنك تكون بعيدة عن التهديد ده ما ينفعش يا أمي أنا مش الواحدة في الدنيا دي أنا مرتبط بكل اللي حوالي ولو في خطر بيهدد اللي حوالي أكيد هيصبني أنا معلوم يا سيد إحنا في مركب واحد والريح شديدة جوي ريح شديدة أيها وبعدين إحنا مش هنسيب حياتنا كده لا إحنا مش هنفضل طول الوقت نواجه ونحارب إحنا هنعيش ومش هنسمح لأعداءنا إنهم يسلبوا حقنا في الحياة يا سلام يا سلام على الكلام اللي يبرد الروح بزمتك يا رمانة أنت فهم حاجة من اللي قاله ده أيها وبقيت أحفظ كلامه صم كمان على فكرة يا أمي أنا ورمانة هنكتب كتابنا يوم الخامس الجاي عشان نبقى جنبك وتحت عينيك جنبي وتحت عينيك ده بتضحك على مين يا ودي أنت هو أنا مش عارفاك أنت ما بتطلع في دماغك حاجة بتعمل الللي وتنفزها سواء كان قدام عيني ولا في ميت عين مع عيني يعني أنت تقبل يا أمي إن الصهاينة بعد تمانية واربعين يجوا وياخدوا بنوزنا وتاريخنا وتاريخ أجددنا لا ما قبلش هو دي الكلام عشان إجده لازم نلاجه حل دي الكلام ايه لا بينا شايف احسين شايف احسين احسين انها مكبرة على بوها صح يا الله مكبرة دي محدش دخلها جابلي كده شايف على دي شايف احسين 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 دوك دي ده يا عمد ده ده دفعنا ثمن من دمنا والدي بقول لك ايه او امرك عمد روح لها بنفسك يا من دي شو دي خواجاي ايه كلها لقينا الكنز تيجي بكرة تستلموا وتتبع حقه نوزه على رجالة الجبل ويا الخواجاي ايه محتاجة دهب ولا محتاجة اصارات ايه الباقي بين الدهب والاصارات يا الدي ايه طلما السندوق دهنيه وحاسس انها نلاقي فيه اللي احنا عايزينه تيجي تشوب نفسها